وليد سليمان بهذا الهاتريك وقصة الهاتريك حتى يمكن مهم من نحن نقول لكم يعنيه هاتريك لانه حتى جمهور الكورة هو بيكررها هاتريك رفع القبعة وقال لك اللفظة اصلا بدأ في انجلترا 1868 في مباراة كريكت لعب سجل تلات نوعات متتالية فرفعوا له القبعة بقت نفس الحكاية بعد كده انك باستمرار اتقال انه قبل كده في نهاية كاس انجلترا الملكة فكتوريا كانت موجودة فلاعد من شيفلد فاز او سجل تلات جوان فرفع لها القبعة تحية يعني هي في النهاية اختراع انجليزي ومعناها رفع القبعة تعظيما للي سجل ده فبقى اي حد بيسجل تلات اهداف يترفع للقبعة هاتريك ككلمة انجليزية والد سليمان الهاتريك رقم 38 في تاريخ الاهلي لما يكون الاهلي اكثر الاندية في المسابقة احرازة للأهداف يبقى اكتر الاندية كمان هسجل للقب الهاتريك والسوبر هاتريك كمان والسوبر هاتريك بس هو السوبر هاتريك اللي هو يا جماعة اربع تجوان اه او اكتر والد سليمان الهاتريك رقم 38 في تاريخ الاهلي مين أبرز أو مين أعلى حد عمل هاترك أول هاترك في تاريخ كرة القدم الأهلوية كان كابتن فوض صدق الله يرحمه ده كان عمل هاترك في الدوري الهاترك اللي في الدوري فقط سجل تلات جوان في مرمى الأولمبي في 29 أكتوبر 1948 الموسم الأول للدوري الأهلي بدأها بهاترك فوض صدق أول موسم أول هاترك في تاريخ المسابقة وأول هاترك في تاريخ الكرة الأهلوية على مدار 38 هاتريك للأهل في الدوري كان الكابتن محمود الخطيب هو كابتن الهاتريك بقى هو الوحيد اللي عامل 3 هاتريك 3 في 3 الخطيب عامل 3 هاتريك نجح في تسجيل في 3 مناسبات مختلفة في الدوري فقط سجل 2 هاتريك بقى يعني كابتن محمود الخطيب 3 هاتريك اللي عندهم اتنين هاتريك الكابتن توتو والكابتن سيد الدوزوي والكابتن سيد صالح عليهم رحمة الله والدكتور طه اسماعيل ربنا اديله الصحة الكابتن توتو عنده واحد هاتريك واحد سوبر هاتريك دول كل واحد فيهم عامل الهاتريك مرتين وليد سليمان احدث المنضمين لنادي رفع القبعة لهؤلاء الهدفين الكبار في تاريخ النادي الاهلي مباراة النهاردة زي ما قلتلكم الاهلي فازع الجونار بقى عنده هاتريك افريقي اه وسوبر هاتريك في الدوري المحلي امام الزمالك اه ما هو انا ما عدتلكش اللي عنده هاتريك واحد احنا قلنا كابتن الخطيب 3 وكابتن الدوزو وكابتن طه اسماعيل وكابتن توتو دي كمال مفارقة في موس المواحد اتنين هاتريك خالد بيبو خد هاتريك قدام سانداونز اه وسوبر هاتريك قدام الزمالك مهم